بحث مصر ودبي وجهات الجزائرين الأولى لقضاء عطلة رأس السنة بعد تراجع تونس وتركيا لعدد أسباب في مغابة السياحة السحراوية من برابج الجزائريين هذا العام التقرير له هاجر بوعلي ككل رأس سنة يبحث الجزائريون عن أفضل العروض لقضاء عطلة نهاية السنة من خلال ما تقدمه الوكالات السياحية أين أصبحت مصر ودبي وجهتهم الأولى طبعا حسب تقدير العام اللي راه هو حاصل دوكا بقاعدة استثنائية أو بحالة استثنائية أني شوف باللي ديستيناسيون اللي راه هي أولى في نظري تعتبر مصر بعدها دبي لكن هي في الأصل كانت تونس لكنها تراجعت بالنسبة كبيرة يعني خاصة لتراجع الخدمات فيها يعني فمال دفع نروح لتونس نروح للصحراء تعنا مصح بارابور لبخي ولا غرسي شغب زا حتى تونس كتير وحير خدمات قلت بزاف وتصرفي أنا جو بخير فقدرهم لي نصرفهم في تونس ولا في الصحراء تعنا أنا مادة بيا نديكوفري بي جديدة نروح لدبي نحوّس مع وليدي كل واحده كيفاش يحب فيما تراجع الطلب على تونس رغم الخفاض يصعرها بسبب تدني الخدمات فيها ونفس الشيء بالنسبة للتركيا التي أصبحت تعاني من مشاكل في التأشيرة كما نعرف كامل المشكلة التي حصل لنين لفزة تركيا كذلك الجزائريين كانوا يحب دوا سياحة الداخلية لكن الأمر العائق أنه غلاء الأسعار مع أن الدولة نشكروها عملت تخفيض نسبة 50% في تذاكر الداخلية وجهات خارجية جديدة تستقطب الجزائريين بينما أصبحت السياحة الداخلية غائبة من برامجهم بسبب غلاء أسعارها رغم سعي الدولة للترويج للسياحة الصحراوية